مرحباً مرحباً بجانباتي في ميزاني سائنة و كمسطرياً مع مسلاميا اليوم لدينا مرحباً مرحباً ولكن أولاً تتكلم على ميزاني ونحن نذهب نكمل مع بعض المرحب 1 ويقوم بيتكلم على المطلوب وأخذنا كل بارت في البلانت مسؤولة عن إيه؟ باستفاضة وتكلمنا على الليسون كويس جداً النهاردة أنا هتكلم على حاجة يعني مهمة جداً زي ما فيه في البلانت بتنقل بتعمل ترانسبورت للواتر و الفود برضو جسمنا الهيومن باضي في فازلز بتنقل برضو الفود والأكسوجين وبتنقل الويستس أولوفر بادي فروم وتو الإيه؟ البادي سل يعني تمام كده؟ طيب الجهاز بقى اللي هو بيقوم عندي بعملية الترانسبورتيشن دي اسمه هيومن ساركيولاتوري ساستم هيومن ساركيولاتوري ساستم الجهاز الدولي طيب يعني ايه بقى؟ اللي هو عبارة عن انه ساستم هو ساستم ترانسبورت نيوترينس نيوترينس و أكسوجين ترون الوضع إلى الوضع يعني هو جهاز ترانسبورت نيوترينس و أكسوجين ترون بلد إلى الوضع يعني بينقل الأكل والدم يعني بينقل نيوترينس الأكل والأكسوجين من خلال الدم للجسم أو لخلايا الجسم كله طيب بيتكون من ايه؟ اللي الهيومن ساركيولاتوري ساستم بيتكون من الهارت القلب والبلد فازل الأوعيات الدموية اللي بتتقسم زي ما هنعرف بعد كده لأاتريس لأاتريس وفانز وبلد كابيلوريس طيب لما نيجي نتكلم على الهيومن ساركيولاتوري قلنا إنه هو consistence of الهارت والبلد فازل طب تعالوا نشوف مع بعض إيه بقى الهارت ده قال لي الهارت consistence of four chambers يعني أربع غرف two atria and two ventricle يبقى two atria and two ventricle الغرفتين اللي بيبقوا موجودين فوق يعني أدي الهارت مثلا كده أهو أهو تمام بيت اسم جوه تمام في أربع غرف اللي فوق دي اسمها الاتريا تمام واللي تحت دي اسمها ventricle يبقى أنا عندي upper chamber اسمهم atria والlower chamber اسمهم ventricle يبقى الهارت for chamber atria ventricle atria ventricle اللي فوق اسمهم atria واللي تحت اسمهم ventricle طب ايه فونكشن الهارت قال لي الهارت هو البوابة اللي بتضخ الدم للجسم كله تفتح تعمل pump blood لكل جسمي وفي الوقت ده بتبقى بتضخ الاكسوجين ويه الفود ال digestive food عشان توصله للجسم كله وفي نفس الوقت بتستقبل الويستس اللي جاية من السل تدخل الهارت تفتح الهارت يفتح البوابة بتاعته يدخل الايه الويستس وبالتالي يبتدي بقى يطلع الكربون داكسايد ليه لللونج يبتدي بقى يودي للكيدني يبقى اذا الهارت هو وظفته مهمة جدا ايه هي pump blood all over body part او all over body cell يبقى الهارت pump blood all over body part او all over body cell and receive كمان يرجع تاني receive blood again from all body او all body part يعني هو بيفتح البوابة بتاعته ويضخ فيه الاتريز ويه الارتري ويه الفانس يبتدي يضخ في الجسم كله وبعدين الفانس ترجع تدخل الايه الويستستين يبقى هو كهارت والبوابة المضخة بتاعت الدم يبقى الهارت بيتكون من four chamber ال upper atria وال lower ventricle ال upper atria وال lower ventricle تمام كده double function بتاعت الهارت bump blood bump blood بتضخ الدم all over body cell and receive وترجع تاني تستقبل again from all body طبعا بتستقبل الويستس نيجى بقى لل blood vessel وهما ثلاثة الarthries وال veins وال blood capillaries طب قال لي الarthries لما نيجى نتكلم على الarthries اه دي الهارت اهو وعنده كده فاصل ودي الغرفة اهي 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 يعني لو انا عايزة ثانية واحدة ده كطاع من الهارت تمام كده الايدي الفورت شامبر تمام اللي فوق دي هي الاتريا واللي تحت ده هو الفين تركا ويه اللي خارج ده هو الارتريز ويه اللي هو داخل ده هو الفينز تمام كده طيب لما نيجى نبص بقى زي ما قلنا ان الارتريا الاتريا ده اللي هو الايه التو تشامبر اللي فوق ودي الفينتر كله هما اللوار تشامبر طيب الفيزل بقى البلد فيزل هما الارتريز والفينز ويه البلد كابيلوريز لما ايجى بص على الارتريز فهي بلد فيزل اوعية دموية شايلة الدم بس منين بقى خارجة بالدم من فروم الارت هيكون الدم فيه الأكسوجين والفود اللي هو النيوترينت لكن الفنز جاية بايه بالكاربون دايوكسايد دخلة بيه للهارت عشان يبتدي يوزعه على الأماكن اللي هتخرجه برا الجسم يبقى تاني لما يجي أتكلم على البلد فيزل فأنا عندي الأرترز وعندي الفنز الأرترز واخدة البلد وخرجة من الهارت واخدة البلد وخرجة من الهارت تمام كده يبقى ريتش باي ايه أكسوجين and the nutrients لأن أنا خرجة من الهارت أطلع لمين لبقية الجسم طيب ويلفنز لا جايبة البلد ودخلة تصب فين في الهارت جاية بقى بالكاربون دايوكسايد وبقية الويستس بقى البروتينز والحاجات اللي احنا هنعرفها بعد كده دي دخلة الهارت عشان الهارت يبتدي يطلع يبقى ريتش وين كاربون دايوكسايد and the waist يبقى تاني الارترز سواء الارترز أو الفنز دول بلد وظيفتهم يعملوا ترانسبورتيشن للبلد تمام الارتري فروم هارت الارتري فروم هارت خرجة من الجسم طيب خرجة من الهارت سوري والفنز تو هارت تو هارت جاية بالويستس تو هارت يبقى فهمنا ناخد بالنا من الرسمة دي يعني من الرسمات عفاكرا يعني هي كروكي ولكن بتوضح جدا جدا الخروج أو المصار بتاع لإيه البلد طيب نرجع بقى للكلام اللي مكتوب اهو الارتري عملا ايه الارتري كاري بلد ريتش ويز اوكسوجين and the neuterines فروم هارت تو قول بادي صل اهو يبقى الارتري فروم هارت عشان نبقى مركزين كويس تو قول بادي صل طب ويلفنز الفنز بقى جاية من بص بقى ريتورن بلد كاربون دايوكسايد تمام كده وي لو نيوترينز وي قليل جدا نيوترينز واكسوجين باكتو ايه بقى تو هارت رجع للهارت انا جايب الويستس وجاي بقى من البادي صل والارتري فروم هارت كويس جدا نيجي بقى للبلد كابيلرز وهي الشعيرات الدموية الصغيرة جدا ما هو مش معقولة السل الصغيرة حتأكلها البلد في ذلك كبيرة زيها زي الشجرة بالضبط انا ببدأ بفرع كبير يبتدي يتفرع 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 جوال ايه الشجرة بتتفرع اهو برضو البلد فيزل دي بتبتدي تبدأ كبيرة وبعدين تبقى سمول 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 لحد ما تبقى بلد كابيلرز دقيقة جدا جدا عند السل يحصل بينها وبين السل التبادل بتاع الفود ياخد تدي السل الفود والسل تدي الفنزل ايه الويستس فاحنا هنا بدل واستبدل يعني فهو بيقول ايه تايني بلد فيزل دات كونكت ارترز توفنز يعني هي بتوصل الارترز بالفنز بصوا الصورة دي كده اهي 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 الارترز ودي الفنز وديش تلاقي البلد كابيلرز ايه شابكة من الشعيرات الدموية بتعمل كونتاكت طب هم متقابلين فين عندي السل بدل وستبد كل واحد يدي السل هي الارترز تدي الاكسوجين والفود والفنز تاخد من السل الويستس وتبتقي تتحرك قال لي ان البلد موف ان الارتري ماشي في اتجاه واحد طالع من الهارت توبادي سل والفنز برضو ماشية في اتجاه واحد جاية من البادي سل دخلة الهارت احنا كده على فكرة خلصنا تشرح السيركيولاتوري لوحده ما له طبعا لقاب يعني بما له من اهمية كبيرة والمفروض ان احنا نعرفه وبما اننا ادينا البلانت اكتر من حقه فيبقى الرزق السيركيولاتوري ياخد برضو حقه تمام كده فانا يهمني ان احنا نبقى عارفين ان السيركيولاتوري سيستم هو عبارة عن سيستم ترانسبورت نيوترين and oxygen throw blood to the body cell دي اول حاجة تاني حاجة انه بتكون من الهارت والblood تمام تالت حاج الهارت بتكون من four chamber to atria and to ventricle to atria and to ventricle bump blood all over body cell and they receive blood from body cell يعني يستقبل وكمان هو اللي بي ايه بيدخ الدم طب والblood vessel تالات انواع عندي arthres veins blood capillaries arthres veins blood capillaries arthres او veins لتنين carry blood لتنين شايلين الدم ولكن arthres زي ما قلنا قبل كده اهي ولكن arthres عاملة ايه واخد blood from heart reach with oxygen and food to all body cell will veins لا veins بتصب الدم جوه heart فبقول carry blood from body cell to heart تمام كده وي طبعا reach by carbon dioxide صايد وبعض طبعا الاكل الاولايل وي الغزا الاولايل طيب كويس جدا صعب الهارت كمان قال لي خلي بالك ان البلود capillaries دي ببي by tiny blood tu can connect arthres and A and veins يبقى arthres carry blood اهو arthres carry blood reach with oxygen and the nutrients. تمام? from heart to body cell. so they can grow طبعا. the veins return. the veins return blood carries with carbon dioxide. اللي هي الوستس بقه. low nutrients, low oxygen. وبالتالي back to heart. the lung بقه. يخرج الايه? الكاربون دايوكسايد. بلات كابيلرز. اشوفها تاييني بلات سل صغيرة جدا. عند السل. تمام كده. connect الارترز وز الفان. ولازم ابقى عارفة ان البلات موفز in 1A direction. سواء في الارترز او في الفانز. في الارترز فروم هارت. وفي الفانز تو هارت. في الارترز فروم هارت. وفي الفانز تو هارت. اتمنى ان الكزء ده يكون خفيف لطيف عليكم. كده فاضلي جزء بسيط جدا جدا. هنخلص بي concept 1-1. بالتوفيق والنجاح لكم كلكم ان شاء الله. اشوفكم على خير. اشوفكم على خير. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.